مع بعض من بدايات هاني العجيزي بدأت ازاي في كونة القدم؟ بدايتك كتف النشئين نادي الزمالك؟ ازاي دخلت نادي الزمالك؟ هل دخلت خلال الاختبارات؟ ولا كان هناك بعض الكشفين في الفترة دية؟ والله صراحة انا بدأت طبعا في دومياط في مركز شباب فراسكور بدأت تدريجيا في النشئين في قطاع النشئين بعد كده الساعة تفريق اول لعبنا ايامها في الوقت ده كان فيه كاس مصر والحمدلله كنا ماشيين كويس وكان فيه عملنا مفاجأة ساعتها ان احنا وصلنا دور الستاشر في كاس مصر ولعبنا ضد المولين زهاب وعودة ومن ساعتها انا موجود مع الفريق الاول والحمدلله كانت تلافت الانتباه شوية هناك الناس كلها كانت شايفة ان انا لعب كويس وان انا حاجة محترمة وحاجة يجي منها قدام وانا بصراحة كنت دايس عن نفس الفترة دي وكان نفسي ان انا كون حاجة كبيرة وحاجة افتخر بيها واخلي افتخروا بيها والحمدلله قدرت الحد ما ان انا وصلت لدوت بداية طبعا زي ما اولتراك في فراسكور بعد كده رحت متخب مصر وانا من فراسكور من دومياط مع كابتن خالد جاد الله كان موجود معنا نجوم كبيرة دلوقتي موجودة في الدور المصري ابرزهم شكبالة وحسام عشور كان موجود معنا حسام وسامة و احمد عبرقوف محمد ابراهيم كانت مجموعة كبيرة من اللعيبة لهم شأن كبير دلوقتي في الكرة المصرية لعبت مع المنتخب ساكن عندنا بطولة ودية في تركيا سافرت معهم وبعد مرجعت الحمدلله يعني برضو لفت الانتباه شوية هناك في المنتخب بدأ الكلام ان انا نادي الاهلي ونادي الزامريكي تكلموا علي انهم عايزين انهم يتفاوضوا معايا او يتعاقدوا معايا تمام فروحت فعلا عادت بالفعل عادت مع نادي الاهلي مع الكابتن خالد جاد الله في فراع مدينة نصر الكلام ده طبعا كان عندي حوالي 15 سنة او 14 سنة رحت عادت طبعا واتفعني على كل حاجة وعندما نادي الزاملك عارف الموضوع دخل في الصفقة بردو وكان شكبالا كان موجود ايامها كان حابب ان انا كنت موجود في نادي الزاملك وبصفة ان احنا كنا قريبين من بعض وقتها كان الناس في نادي الزاملك كان بيتواصلوا مع شكبالا دايما مع شكبالا دايما اتكلم معايا وحاول ان انت تجيبوا نادي الزاملك وفعلا ده اللي حصل فعلا انا جيت رحت النادي الزاملك وعادت وكان العرض اكبر من النادي الاهلي وقتها النادي الزاملك كان عارض 60 الف جنيه طبعا كان مبلغ كبير في 2014-2015 و النادي الاهلي كان عارض مبلغ اقل فطبعا مجل استدارة عندنا في مركز شباب فراسكور بالتالي يعني ظروف المادية اللي حكمتها طبعا واللي هيدفع اكتر هو اللي هيخد هاني اوغل تالي فانا